وينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز الاجتماع الدولي للتأكيد على دعم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها يأتي على خلفية أوضاع داخلية غير مستقرة ما هي آخر تطوراتها؟ هو ذات الموقف الثابت حقيقة داليا من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تؤكد على أساسيات أو ثوابت لدى الدبلوماسية الأمريكية فيها التعاطي أو التعامل مع الملف الليبي خاصة خلال العام والنصف الماضي التأكيد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا الولايات المتحدة الأمريكية كانت فاعل أساسي في إنجاح مؤتمر برلين الأول والثاني وكذلك في ما يتعلق بممارسة الضغط الدبلوماسي من خلال السفارة الولايات المتحدة الأمريكية هنا في ليبيا على كل الأطراف حقيقة العسام السياسية في ليبيا وذلك لإنجاح العملية السياسية القائمة حالية المتمثلة بالأجسام التي انبثقت وتكونت عن طريق ملتقى الحوار السياسي أو ما يعرف بخارطة السلام أو خارطة الطريق مكونة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من نيويورك رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنيفي وكذلك وزيرة الخارجية نجلة المنقوش التقوا بعدد من وزراء الخارجية ألمانيا إيطاليا فرنسا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكان التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمسلحين الأجانب من ليبيا والعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ذكر وزير الخارجية الأمريكية على أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الأدوات، أدوات الضغط وذلك لإنجاح هذه العملية أي استثابة تثبيت وقف إطلاق النار وكذلك فيما يتعلق بدعم الفوضية العليا للانتخابات رئيس المجلس الرئاسي سيد محمد المنيفي أكد على أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يسيران في هذا الاتجاه نحو تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هذا الأمر الذي كانت دائما تؤكد عليه المجلس الرئاسي وكذلك وزيرة الخارجية بالإضافة للموقف الثابت عبد العزيز فقط تفصيلة بسيطة المسألة المتعلقة بتصريف الأعمال أو وضعية تسيير الأعمال للحكومة الحالية حسب البرلمان الليبي هل ستلقى نفس الدعم الدولي؟ هل نوقشت هذه المسألة أو تم تدولها؟ سؤال مهم جدا داليا ذلك جاء عن طريقة بيان صدر عن بعثة الأمم المتحدة في ذات اليوم الذي قرر فيه البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية لجعلها حكومة أو السلطة محدودة المهام والاختصاصات صدر بيان من بعثة الأمم المتحدة ربما هذا البيان أكد على رؤية المجتمع الدولي في التعاطي مع هذا التصعيد من قبل مجلس نواب كما وصف في العديد ربما من الأوساط هنا في ليبيا أكد هذا البيان أن حكومة الوحدة الوطنية تبقى وتظل هي الحكومة الوحيدة الشرعية المعترف بها دوليا حتى تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر هذا الأمر أيضا كان من ضمن الحديث الذي تم في الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في نيويورك وتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية بالمجلس الرئاسي وكذلك الدعم هذه السلطة في الفترة المتبقية نتحدث فقط عن الآن زهاء ثلاثة أشهر حتى تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر هذا الأمر أكده حتى رئيس مجلس النواب عقب سحب الثقة من حكومة السيدة الدبيبة هذه الحكومة ستبقى لن يكون هناك أي بديل وإن كان هناك بعض المضالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب كما علمنا وصل إلى ما يقرب عن ثلاثين نائبين يضربون بسبدال شخص رئيس الحكومة بشخصية أخرى إلا أن رئيس المجلس النواب أكد أن حكومة الدبيبة ستستمر حتى تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر ولا مجال ولا وقت لإجراء أي تغييرات قد تنسف ربما العملية السياسية وبالتالي تأخير عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يبقى موقف المجتمع الدولي ثابت من حكومة الوحدة الوطنية وكذلك ثابت بشأن حتمية إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات من بنغازي مراسل الغدعب العزيز الفخري